أهلا بكم عزيزينا المشاهدين في حلقة وأول حلقات برنامجنا إضافة لحياتك برنامج إضافة لحياتك برنامج اجتماعي هينائش كل مشاكل الحياة ونساعد ونحاول نوجد حلوليها طبعا منعتزل الأول عن الخطأ الفني اللي حصل وخلينا نطلع متأخرين بس لكن احنا معادنا هيكون يوم الأحد من كل أسبوع لساعة ثلاثة هنتكلم النهاردة في أول حلقة وفقرات كتير معنا في أول فقرة هنتكلم عن الموجة التانية من فيروس كورونا وإزاي استعدادات الدولة وكمان استعدادات الناس لموضوع الموجة التانية من فيروس كورونا وإن الموجة كمان يعني فيه تغققات كتير أن هي هتكون أشد من الفترة الأولى كمان معنا في الفقرة التانية موضوع مهم جدا وظاهرة انتشرت بشدة في المجتمع في الفترة الأخيرة وهو موضوع التحرش وبكل زواهره وبكل جوانبه لأن التحرش بقى ظاهرة للأسف تنتشر وتتوغل كل يوم في الشارع المصري أول فكرة معنا ونتكلم فيها عن الموجة التانية من كورونا وفي الحقيقة الأرقام مخيفة جدا الأرقام اللي بدأت تظهر في بعض الدول الأوروبية والدول العربية اللي بدأ فيها فصل الشتاء أنه هو يدخل بالشكل الكامل أرقام في الحقيقة مخيفة جدا يعني إحنا نتكلم دلوقتي عن الدول الأوروبية اللي ابتدت تقفل تاني وابتدت يرجع حظرة الجوال وابتدت تسجل معدلات زيادة في الإصابات اليومية بصورة تخوف جدا يعني بصورة تقريبا توصل لناه تكون أكبر من الأول نبدأ من موضوع فيروس كورونا من الأول ونبتدي فيه بنهاية سنة 2019 ومع بداية سنة 2020 سمعنا عن فيروس كورونا فيروس كورونا كان أول فيروس يكون بهذه الحدة وبهذه الشدة بعد الإنفلونزا الإسبانية بنسمع من أول ظهور الفيروس عن إنتاج علاج إنتاج لقاحات كل الكلام كان متوقع أن يكون الظهور أو ظهور العلاج أو اللقاح في نهاية هذه السنة نهاية 2020 لكن حتى الآن مفيش أي ظهور للقاح وكل الأخبار وكل الكلام بيأكد إنه هيكون ظهور اللقاح أو العلاج في نصف السنة الجديدة طيب هل ده معناه إنه إحنا يعني خلاص نفقد الأمل لا طبعا إحنا معنا الوقاية والوقاية دي أهم شيء نحافظ على نفسنا نحافظ على إجراءاتنا الاحترازية اللي هي طبعا قلت بصورة كبيرة جدا بعد الفترة الأولى يعني زي ما نقول إنه إحنا ابتدنا نزهق شوي لكن لا الأرقام في الحقيقة وكل الإصابات اللي تسجلت في الدول الأوروبية والدول حتى العربية حتى الآن في بداية الموجة التانية الحقيقة أرقام تخد طيب إصابات كورونا على مستوى العالم أساسا تتعدى الـ 42 مليون شخص الوضع في مصر حتى الآن مطمئن يعني الوضع في مصر في زيادة ولكن زيادة مطمئنة جدا إحنا كنا بنسجل في اليوم 100 و120 حالة بس في آخر الأيام سجلنا 167 حالة يعني زيادة ولكن الوضع حتى الآن آمن جدا إحنا لما نشوف دول كتيرة زي دولنا العربية بتسجل حالات إصابة كبيرة جدا السعودية بتسجل 395 إصابة جديدة و17 حالة وفاة في آخر 24 ساعة المغرب 4045 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة طبعا نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في كل دولنا العربية في دولنا العربية كمان الصحة الأردنية أعلنت عن تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا بتسجل 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا العراق بتسجل 3204 إصابة جديدة و55 حالة وفاة في الحقيقة أرقام كبيرة جدا وأرقام اندلت تدل على أن فعلا في موجة تانية قادمة من فيروس كورونا كمان تونس بتسجل 35 حالة وفاة و1585 إصابة جديدة طيب إحنا في مصر نعمل إيه مع كمان ناخد في الاعتبار دخول المدارس والجامعات وعودة التجمعات مرة أخرى هل ده هيأثر؟ أه طبعا هيأثر إن إحنا ممكن معدل الإصابات يزيد في الفترة القادمة مع كمان دخول فصل الشتاء ومع دخول يعني أصلا فصل بيكون نسلات البرد فيه كتير جدا بنعتذر لحضراتكم عن العطل المفاجئ كمان حدث مرة أخرى فبنقدم اعتذرنا مرة أخرى طيب كنا منتكلم قبل العطل عن موضوع الكورونا والموجة التانية وانتشارها بشدة في الدول اللي بدأت فيها حتى الآن زي دول عربية كتير كمان زي الدول الأوروبية إيطاليا إنجلترا أسبانيا فرنسا اللي بتسجل معدلات إصابة بصورة كبيرة جدا يعني لو إحنا هناخد بالاعتبار فهناخد إن الموجة التانية فعلا هكون موجة شديدة جدا ورب أحفظ مصر وأحفظ كل الدول العربية والإسلامية وكل العالم أكيد من هذه الموجة التانية وإن إحنا نحاول على قد ما نقدر نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية لأن هي دي سابر الوقاية حتى الآن لأن ما فيش حتى الآن زي ما قلنا لقاح أو علاج تم إنتاجه بشكل رسمي هي كلها تجارب وكلها تجارب اتعاملت في دول كتير وتعاملت كمان على أكتر من المستشفى ولكن ما فيش حتى الآن لقاح قدر يطلع للنور بصورة تأكد إن ده يكون علاج يشفي تماما من الفيروس طيب كمان لازم نتكلم عن إن مع المرحلة الأولى من فيروس كورونا كان في حاجة إيجابية جدا إن الحمد لله إن حالات الشفاء كانت عالية وبصورة كبيرة جدا يعني لما إحنا منقول 80% حالات شفاء من بين الإصابات ومعظمهم كان إصاباتهم كمان بيظهر عليها أعراض خفيفة جدا زي درجة الحرارة كمان ده بيرجع لصورة كبيرة للمناعة اللي كمان بتقدر تقوم بالواجب ويتهزم الفيروس من أي تدخل طبي فإذا كان إحنا بنتكلم برضو في نقاط سلبية لا فيه نقاط إيجابية كتير فيه كمان إن مصر الحمد لله وبإذن الله كانت بصورة كبيرة أحسن من دول أخرى طيب إحنا بنتكلم إن حالات الوفاة كمان في الموجة الأولى كانت في فئة المسنين والأشخاص المصابين وعارات شديدة زي المرض السكر أو أمرضة الرئة أو الكبد والقلب طيب إذا كان إحنا بنتكلم لو إنت مثلا دلوقتي شخص مش واخد إجراءاتك الاحترازية أو مش في دماغك أي حاجة طيب خاف علشان أهلك أو كبار السن أنت تتعامل معهم في البيت ده أمر مهم جدا طيب كمان قبل ما نطلع أول فاصل معنا تهنئة واجبة للنادي الأهلي على حصوله ووصوله للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا للمرة 13 متعودين على الأهلي إنجازات وعظمة في كل مرة وفي كل لقاءات وبيأكد أنه فريق قوي كبير يستحق التهنئة لعيبة كانت على مستوى مشرف شرفت النادي الأهلي بشكل مخصوص وجمهور مصر كله اللي كان بيتابع اللقاء وفعلا كان لقاء مشرف جدا كمان نتمنى كل التوفيق لأندياتنا المشاركة في كل البطولات الأفريقية النهاردة في مباراة نهائي كأس الاتحاد الأفريقية بين بيرامدز ونهض البركان المغربي نتمنى كمان التوفيق لبيرمز في هذه البطولة أول مشاركة لي وبإذن الله تكون بطولة مصرية وكمان كل التوفيق لنادي الزمالك في لقاء المرتقب أمام نادي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائية من بطولة أفريقيا هذا الموسم طبعا نرجع نتكلم عن موضوعنا تاني وموضوع الكورونا إلى حد ما وقدرنا نوصل لحلول نقدر نتعامل معاها في الفترة القادمة طيب كمان عندنا موضوع مهم جدا هيتناقش فيه الحلقة دي وهي ظاهرة وإذا كمنا بنتكلم عن أن فيروس كورونا وباء منتشر فهو كمان وباء لا يقول لخطورة عن فيروس كورونا وهو موضوع التحرش التحرش اللي انتشر بشدة في مصر وانتشر بشدة في الشوارع المصرية وللأسف بقى موضوع يعني في منتهى الخطورة طيب هنتكلم فيه بعد الفاصل طيب تمام كمان قبل ما نطلع فاصل احنا ممكن نكمل موضوعنا قبل ما نختم نكمل موضوعنا عن موضوع التحرش وموضوع الاقتصاب اللي انتشر بشدة في الفترة الأخيرة طيب نشرة الشبكة الوطنية لمكافحة الاقتصاب في أمريكا ونحن نتكلم هنا كمان على دولة أوروبية فيها حرية وفيها زينا منقول يعني مساح أكبر لكل حاجة وكمان عشان نعرف ان الاختصاب هو مرض فعلا هو حقيقة مرض هو مش موضوع مصر بس أو مش موضوع دولنا الإسلامية أو العربية بالعكس الموضوع منتشر حتى في الدول الأوروبية طيب في مصر هنا احنا لما نيجي نتكلم للأهل دور كبير جدا في هذا الموضوع ان الأهل ما يتبروش ان الموضوع ده فضيحة أو عار لا بالعكس احنا يعني نقف جنب المجني عليه ونساعده وياخد حقه بالقانون ما نسكتش ما يكونش فيه تهاون مع هذا الموضوع لأن احنا لما نتهاون مع هذا الموضوع بنفتح الباب للجاني اللي عمل كده انه يعمل كده مرة واثنين وثلاثة نكون أقوية في موجة هذا الموضوع بالقانون ونكون كمان عندنا الجرأة ان احنا نقف جنب المجني عليه لأنه هو بالتالي ضحية للجاني اللي هو بيقدر يعمل حاجة زي كده طيب هل احنا التحرش أو الاختصاب بكل أنواع التحرش اللفظ التحرش الإلكتروني التحرش في الشارع حتى بقينا وصلنا لمرحلة ان احنا من كتبه بنسمع عن قضية التحرش يوميا بقى الموضوع عادي جدا يعني بقينا مش نستغرب لما نسمع حادثة جديدة لا الاول لما كان بيحصل حادثة التحرش أو اختصاب كان بيبقى قضية رأي عام وموضوع كبير جدا لكن دلوقتي يوميا بنسمع عن قضية تحرش بقى الموضوع منتشر بشدة زي ما قلنا للأهل دور كبير جدا كمان ليه السوشال ميديا دور توعية كبير جدا في حالات التحرش اللي دلوقتي بقى بيقدم توعية بيقدم كمان نصح وإرشادات لكل السيدات وكل البنات في موضوع التحرش والاختصاب وكمان التحرش الإلكتروني اللي انتشر بشدة على السوشال ميديا لازم يكون موضوع ده ليه حد وليه نهاية طيب وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وأول حلقة من حلقات برنامجنا إضافة لحياتك ما تنسوش معاد برنامجنا إضافة لحياتك يوم الأحد من كل أسبوع انتظرونا أشوفكم على ألف خير إلى اللقاء